ازاي اوكي حبابي عاملين ايه ان شاء الله تكونوا في احسن صحة في احسن حال وعام سعيد عليكو كلكو جميعا طبعا ان شاء الله هعمل لكو جاتو الفانيليا ده لان الطلب مني بعد ما عملت جاتو الشوكولاتة ناس كتير طلبت مني اعمل لها جاتو الفانيليا طبعا الجاتو الفانيليا بيختلف شوية عن الجاتو الشوكولاتة لازم تكون الكيك بتاعه ابيض وفتح زي ما انت شايفها زي بتاعه بره بالزبت هعملولك بتفاصيل وبتكات حلوة جدا هنعمله على طريقة اللسبونش بس مش اللسبونش الجاهز لأ هنعمله بطريقة اللسبونش البيتي بالزبت بتفاصيل سهلة ومقادير متواجدة عندنا في البيت ويلا بينا عشان نشتغل وقولك هنعمل ايه والمقادير موجودة ازاي طبعا المقادير ما تقلقيش لو حاجة انا قلتهاش هكتبها لك في صندوق الوصف احنا عندنا في المقادير كوباية لربع من الدقيق عندنا تلت كوباية من النشا نص كوباية من السكر اربع بدات تلت كوب من المية معلقة صغيرة فانيليا معلقة كبيرة محسن جل معلقة خل كبيرة وفانيليا ويلا نقولك على الطريقة السهلة البسيطة وطبعا انا بقولك انا مستخدم الكوبايات المعيارية دي لازم في الوصفة لان انا محتاجة كل مقدار بالصح عشان هيديك نتيجة مضمونة واستخدم المضرب بتاعي ده عشان هيديني نتيجة حلوة انت برضو ممكن تستخدمي المضرب السلك العادي بس هياخذ منك شغل كتير لو مش عندك المضرب ده اعملي بالمضرب الكهرباء العادي طبعا لازم عشان انا عاوز اقعد اضرب شوية كتير جدا لازم استخدم المضرب ده عشان مش هينفع افصل وانا شغالا طبعا الطريقة سهلة وبسيطة انا بحط كل المكونات على بعض ايوة يا جماعة ما تلاقيش انا بحط كل المكونات على بعض لان معايا سري بيفرق معايا جدا في الشغل هو معلقة المحسن الجل ما تلاقيش منها هنديك نتيجة حلوة جدا لازم تجربي الطريقة انا هعمل هالك دي هتديك نتيجة حلوة انتي زي ما انت شايف انا حطيت كل المكونات كلها على بعض الميا والبيد والنشاو دي هي دي معلقة المحسن الجل اللي هتديك القوام الكريمي الهش زي بتاع اللي سبونش الجاز بالزبط هفضل هشغل بقى انا كده حطيت لك كل المكونات كلها على بعض مفيش بقى تضرب البيد والسوق لأ اعملي بس الطريقة دي وما تلاقيش بس لازم تحطي معلقة المحسن الجل اللي انا بقولك عليها دي لانه دي لا هتديك النتيجة الصح لطريقة اللي سبونش الفانيلي انا قلتلك عليه طبعا زي ما انت شايفه انا مش هينفع افصل انا هفضل اضرب فيه وافضل قلم في الحروف كده عشان اضمن ان كل المكونات كلها اتضربت كويس جدا لازم تستخدمي حاجة بتكون شغالة ما تفصليش طبعا زي ما انت شايفه كتر الضرب بيفتح فيه القوام ولسه هضرب فيه لغات ما وصله لقوام ابيض ناعم جدا شايفه منظره بعمل زي كل المراحل انا مردتش افصل لك حاجة عشان انا ورتك اللي في المرحلة دي ما ينفعش تفصلي المضرب خالص عشان يفضل يديك القوام ده منك انت شفت الدرجات بتاعته انا عاوز اضرب فيه لغات ما يوصل باللون الكريمي اللي انت شايفه شايفه صمكه شايفه لونه بعمل ازاي والضاعف حكمه يا جماعة هي دي طريقة اللي سبونش البيتي احسن وانضف من اللي سبونش الجاز ميت مرة بطريقة سهلة ومضمونة وما تقلقيش مع علاقة المحسن هتزبط لك الدنيا جدا انا يهمني اللي انت توصلي للقوام اللي انت شايفه ده شايفه القوام بتاعه سابت ما بيتحركش ما فيش حاجة بتنزل منه انا كده وصلت للقوام المزبوط وحركة تانية عشان توصلك اللي انت توصلي للقوام المزبوط لازم لما تيجي تحركي البولة بتاعتيك اللي انت عملت فيها وتيجي يتحركيها اللي سبونش ما يتحركش منك خالص يعني ما يتدلدقش ولا يقع فكده انت وصلت للقوام المزبوط طبعا هروح حضر بقى الصاج اللي انا هستخدمه وحط فيه اللي سبونش بتاعه الصاج ده يا جماعة مقاسه تلاتين فاربعين انت لو عندك الصانية بالحجم ده استخدميه معلش هو عشان اي حاجة عندي بتيجي بالاستلس او الصاج في الاضاءة بتديني اللون ده عشان نولي الاضاءة طبعا انا مستخدمه زي ما انت شايفه الصاج مقاسه تلاتين فاربعين ولازم استخدم ورقة الزبدة عشان تبقى سهل علي في الفرد انا بجيب حاجة بمسك بيها ورقة الزبدة عشان ما تزحلعش وانت لو انت مش ضمن الورقة الزبدة اللي عندك اصلي ادهنيه بالزيت يعني ادهني الصاج جلو زيت وبعدين حطي الورقة الزبدة طبعا زي ما انت شايفه شايفه شكل اللي سبونش عامل ازاي شايفه كريمي وابيض ازاي هي دي يا جماعة النتيجة الصح لعمل اللي سبونش البيتي بالزبط نفس بتاع بره واحلى كمان من بتاع بره هو ده القوام وهو ده اللون اللي عاوزيه عشان اطلع ازبونش حلو جدا اعمل منه الفانيليا طبعا في الخلال اللي انت شايفه ده انا مدخلها مولعه على الفرن مسخناه قبل ما اشتغل وطبعا مش هيقعد حوالي من ربع ساعة بالزبط لازم احنا مش عاوزا يتحلق انا عاوزا يطلع لونه فاتح زي بتاع بره بالزبط شايفه هو يدوبك بس حروفه احمرت سنة شايفه الشكل هو ده الشكل المطلوب احنا مش هنسوي تسوية الكيكة انه يحمر من فوق هو استوى وعازة تدمني ان هو استوى بتجيبي خلة اسنان بتغرزيها ولو طلعتني ديفة يبانتي كده وسلتي للتسويق الصحية احنا يا جماعة ما بنسووش احنا بنقعدوا ربع ساعة بالكتير من عشر داي لربع ساعة ده حسب الفرن بتاع حضرتك طبعا انا سلكت الحروف عشان اقدر اقلبه وهجيب حاجة اقلبه علي عشان تسهل علي الدنيا انا طبعا ما كانش عندي مقاس تاني غير ده فانا هجبت النتيجة دي وحطت علي ورقة زبدة عشان اقلب عليها ما تلاقيش يعني مش ما انا بدل حطة ورقة زبدة بما فيش مشكلة شايفة دينا قلب ودي ورقة الزبدة اللي قلتلك اللي هي هتنفعني اللي انا ماجي اشيل الورقة هتديني الشكل اللي انت شايفة ده شايفة الشكل ولا احمر ولا اي حاجة ولونه تحفة والقوام بتاعه مزبوط ودي التسوية المزبوط طبعا انا شفت اللونه من تحته حلو هحاول بقى هقلبه الناحية التانية عشان اعرف اقطعه زي ما انت شايفة هبوريك يبص كله شكل بعضه ازاي مفيش حاجة تغيرت منه دي التسوية الصح شايفة الصمك بتاعه لان ده هقطعه زي ما انت شايفة قدامك انا هغطيه تاني بقى وحاول قلبه الناحية التانية عشان انا قدت بتطمن على سوى الظهر بتاعه لقيته مزبوط لونه حلو واخد اللون الحلو من تحته من فوق يبنا كده شغالة حلوة جدا وسويت تسوية مزبوطة زي ما انت شايفة انا هشيل الوش اللي انت شايفاه وهرفع الورقة كده وما تلاقيش كده كده حتى الوش لو طلع في حاجة عادي ده ده اللي انا عاوزاه كده كده انا هحاول اقشر الوش عشان مش عاوزة اي حاجة داني وانا بارست الكريمة الطبقة اللي طلعت دي في الورقة الزيدة هي ده المطلوب اللي انا لازم اطلعها عشان خاطر تطلع معايا القشرة لانها بتبقى مش كويسة في الشغل طبعا انا هشتغل بقى لازم يا جماعة شغل الجاتوهات ببواخد بالذات لما يتعامل بالطريقة اللي سبونش ده مزاي جاتو الفانيليا مزاي قصدي جاتو الشيكولوطة انا عملته زي صناية الكيكة بالضبط وزبطته لكن ده معمول بطريقة مختلفة جدا معمول زي طريقة المحلات بالضبط بطريقة بسيطة انا طبعا قست الصوج اللي عندي وهقسمه بقى على المقاس بالضبط انت وشوفي بقى هتعمليه في قد ايه وتحاولي تقسمي القطعة الجاتوه حسب المقاس اللي انت عاوزاه انت عاوزاه كبيرة عاوزاه صغيرة دي حاجة ترجعلك انت كبريها بقى صغاريها طبعا المقاس ده طلعلي حوالي خمس كطع من الجاتوه انت بقى عاوزة تزودي الكمية زي ما انا عملت انا عملت حوالي عشر كطع اعملي المقدار ده مرتين يعني نفس الطريقة بالضبط اعملي صغ تاني زيه انا عملت المقدار الاولاني ده وزبطته وراحت عملت المقدار تاني بنفس التفاصيل ونفس التكيب عشان اعمل حوالي عشر كطع من الجدول شايفة الشكل شايفة الصمك شايفة البيض طحفة بطريقة سهلة ومضمونة زي بتاعة المحلات بالضبط هو ده الصمك انا قلتلك اللي انا عملت صغ تاني زي ما انت شايفة عشان انا هحاول اعمل كمية كبيرة هروح بقى اركنه على جنبي بعد ما قطعته يهدى هعمل بقى الكريمة البيضة اللي انا هحشي فيه وانتو متعودين انا ما اعمل الكريم جونتي بطريقة سهلة وبستخدم الجيلاتين والباستر كريم لانه بيديني قوام حلو جدا للكيك بتاعي زي بتاعه بره بالضبط دي معلقتين كبار من الباستر كريم على نصف كباية مية ساعة متلجة بقلبها شوية وبسيبها على مجهز عشان تتقلسنة وان شاء الله هكتبلك المقادير الكريمة في صندوق الوصف ما تلاقيش طبعا هو لما الباستر بيتقلب بيديني اللون الاصفر ده ما تلاقيش مش بيبان في الكريمة ولا حاجة بس بيديكي الطعم بتاع الكريمة بتاعت المحلات بالضبط احنا متعودين بنعمل الكريمة بالسكر والمية بس بيبطعمها عادي لكن الباستر والجيلاتين بيدوني القوام الصحي هجيب بقى الربع كباية المية السخنة على معلقة الجيلاتين لازم الجيلاتين على مية سخنة عشان يفك معانا بسرعة لو عملنا مية سععة هيجلد وهيمش هيبقى حلو لازم الجيلاتين يتعمل على مية سخنة دي ربع كباية من المية السخنة عليها معلقة كبيرة من الجيلاتين هقلبه شوية برضو واركنه على جنب زمان تشايفه شايف الشكل والقوام هركن بقى الحاجات دي وهجيب بقى المضرب بتاعه عشان اضرب الكريم جونتين طبعا اجيبت حاجة كبيرة ان الكمية دي هعمل بها زمانا قلت صاجين من الكيكة اللي انا عملتها او الاسبونش انا عندي كبايتين من الكريم جونتين عليهم كباية سكر بودرة عليهم كباية ونص من الماء المسلق المقادر دي مظبوطة جدا هتديك كريم جونتين بطريقة سهلة جدا وطريقة مضمونة ما تلاقيش يعني كبايتين الكريم جونتين عليهم كباية سكر بودرة عليهم كباية ونص من الماء المسلق انت لو مش واسقة في الكريم جونتين بتاعك وعارفة ما قدره قديه حطي كباية مية وجربي لو احتاج تاني حط نص كباية ابدأي بكوباية الاول انا عشان عارفة ما اقدر ده واشتغلت منه التورطاية والجاتو فعارفها بياخد قديم اديكي شايفة بدأ القوام بتاعه يتقل هنزل بقى بالباستر كريم والجلاتين وهكمل ضرب لما اوصل القوام اللي انا عاوزاه طبعا يا جماعة قلتلك قبل كده ان الباستر كريم والجلاتين موجودة عند الناس اللي بيبيعوا ملتزمات الحلويات وبقى عند السوبر ماركت وبقى عند البقالين يعني الحاجات دي بقت متوفرة عند الناس كلها بالذات اللي احنا على الايام دي في موسم رأس السنة والناس دي بتعمل الحلويات والمحلات شايفة شكل القوام الكريمة عامل ازاي بص باجي بقلبها هقلبها مش هتقل ان ده القوام المزبوط ومتماسك جدا يلا بقى عشان نشتغل وقولك ازاي نعمل جاتو الفانيليا بطريقة سهلة وبسيطة جدا طبعا انا حضرت حاجة عشان احط فيها الكريم جونتي بتاعي عشان انا لو فضلت ااخد من المعلقة للبتاع هبهد للدني انا بالطريقة دي بالنسبة لي بتسهل علي الشغل جامد جدا انا جبت كباة جبت جز حلواني بحط الكريمة زي ما انت شايفة طبعا انت لو مش عندي كيس الحلوي ده ممكن تستخدمي كيس التلاجة العادي مفيش اي مشكلة اتصرفي عاوزة تعميني من معلقة على طول عليه انا طبعا انا عاوزة بعمل بالكيس ده عشان بيديني حجم الكريمة كله متوازي زي بعض يعني بيسهل علي الشغل وبيديكي نتيجة مضمونة وبيديكي حجم الكريمة زي ما انت شايفة كله زي بعض المتساوي لكن لو انا حطيت بمعلقة هتلاقي حتة عالية وحطة وطشة لكن الطريقة دي بجد حلوة جدا بتديك زي ما انت شايفة انا بلفها كده لاني بدي الحجم كله زي بعضه بالزبط طبعا زي ما قلتلك لو ما عنديكيش الكيس الحلواني ده استخدمي الكيس التلاجة عادي وبروميو اطاعي حتة من تحت واشتغل عادي طبعا السكينة دي زي ما قلتلك انا عندي الادوات دي بشتغل بيها لو ما عنديكيش استخدمي بضهر معلقة بضهر سكينة عادية اتعاملي ما تلاقيش واستخدمي وانا ورجك قبل كده بدل السكينة دي باستخدم كارت اللي هو الكارت بتاع الالتصارات او كارت بطقة او كارت اي فيزة اي حاجة يعني تكون جامدة تكون نشفة اقدارتي فريدي بيها ما تلاقيش هتتصرفي يعني طبعا كده كده ما تلاقيش من الحروف انا بستويها في الاخرى عشان اديكي الشكل حتى لو الكريمة تلت على الحروف عادي ما فيش مشكلة هتتساوي كلها بعد كده في التقطية هبدأ بقى اعمل الطبقات بتاعتي وحط انا طبعا السوق ده عملي زي ما انت شايفة اربع طبقات انت عاوزة تعملي تلاتة اللي رياحك دي حاجة ترجع عاوزة تعملي اتنين تريحك انا بعمل زي بتاع بره بالضبط نفس الخطوات دي هفضل اقررها وهفضل احط الكريمة بين كل طبقة وطبقة زي ما انا قلت لك والطريقة دي بتسهل علي الشغل وبتضمن انت بتعملي زي ما قلت لك الكريمة كلها متساوية زي بعض بالضبط طريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك ان شاء الله طبعا يا جماعة لازم بعد ما تخلصي المقدار ده وتحطي الاربع طبقات لازم تروح تحطيه في التلاجة يجمد لازم يا جماعة التفاصيل ده اسمعيها كويس مني عشان ما تقوليش اللي انا قلت لك حاجة مش صح لازم تستخدمي بعد ما تخلصي الفرد ده لازم تستخدمي التلاجة وتحطيه في التلاجة يجمد لو مش هتحطيه في التلاجة ساعة ولا ساعتين حطيه في الديف ليزر نصف ساعة هيجمد معيك بسرعة عشان ما تيجي تقطعيه يتماسك مع بعض وما يبهدلش الدنيا والكريمة تطلع منك من كل حتة لازم يا جماعة الخطوة دي مهمة انا اكدت عليها اكتر من كذا برة هخلص بقى الشغل زي ما انت شايفة وهقرر الطبقات كلها وديكي شايفة ان انا ما شلتش الورقة الزبدة لانها بتسهل علي امشيله ان هو ما تقطعش مني ولا يتبهدل ولا اي حاجة شايفة شكله شايفة لونه زي التع برة بزدط يا جماعة انا بجيب لك التفاصيل والاسرار اللي بتتعمل بها للمحلجتو بس بطريقة سهلة وبسيطة تقدر تعمليها في البيت لعيالك من غير اي تكلفة وانا وفرتلك اللسبونش الجاهز عملتلك طريقة اللسبونش بس من مقدير موجودة عندنا في البيت من غير اي حاجة هحط بقى نفس اللي قلتلك المقدار وانا الكيس ده انا مستخدمة واحدة هو كل ما بيخلص بحبيه تاني يعني بالنسبة للك كيس واحد عملت بيه كل الكمية وانا قلتلك انا عاملة مقدارين يعني عاملة صاجين انت بقى عاوزة تعملي كمية عندك عميلاد عندك مناسبة زودي الصاج يعني عامل المقدار ده وسويه وطلعيه ما بياخدش اكتر من عشر دقايق معيك انا قلت عملت صاجين زي ما انت شايفه زودت المقدار عملت المقدار الاولاني بنفس الطريقة ورجعت عملت المقدار تاني بنفس التفاصيل هخلص كلهم بقى بالشكل ده وخلص كده انا عملت صراحة اربع طبقات لان انا بحب اعملها عالية زي بتاعة المحلات بالضبط انت بعض تعمليها تلاتة براحتي هي عمتا القطعة دي هتقص معي حوالي خمس قطع من الجطوب انت لو حسبت التكلفة هتلاقي اللي انت طبعا عملت حاجة احلى واحسن وانضف من برا شايفه الشكل عامل ازاي ولسه كمال لما نقطعه هنوصل للقوام المزبوط ما تلاقيش طبعا انا هنحط بقى اخر حاجة طبقات اللي على الوش لان دي اللي خلاص هتبقى الاخيرة قبل ما دخله التلاجة يجمد او الدف في ليزا لاتحطيه في التلاجة ثلاثة اربع ساعات لاتحطيه في الدف في ليزا لازم الموضوع يمسك معاك كويس جدا وقلتلك موضوع الفردي ده استخدمي سكينة عادية او اي حاجة دي قدر تفساوي بيها الوش وتعملي بقى اللي انت عاوز ازاي زي ما انتو شايفين يا جميع هيعجبك وهيديك نتيجة حلوة جدا ما تلاقيش طبعا زي ما انتو شايفة انا بكون محضرة كوبية جنب سخنة بس اقط فيها السكينة دي وبمسحها منديل عشان اقدر اساوي الحروف زي ما انتو شايفة لازم اعمل الخطوة دي زي ما انتو شايفة المية دي بتبقى مية سخنة جدا يا جماعة عشان بتسهل علي المسح وبفضل اساوي الحروف لان ده هو ده الوش الاخير ان انا مش هحط عليه حاجة تانية لان انا مش هحط اي دفوط انا هعملها فانيليا فانا مش هحط اي دفوط فده تعتبر الوش الاخير فحاول اساوية على قد ما اقدر وازبط فيه انا خلصت بقى الشغل ده وهبدأ بقى اجيب البشت ده انا هعمل اي شكل تجزيها كده عشان اعمل حاجة زي ازنه زي بتاع برا يعني انا شفت التجزيها دي في الجتو اللي انا من برا في المحلات اللي برا فقلت اما اعمله ده مش ده عادي انا باستخدمه للحلويات يعني عشان يديني التجزيها اللي انت شايفازه زي بتاع برا بالضبط المش ده انا جايبان للحلويات جماعة هو في منه في محلات الحلويات بس انا ملقتهش يعني فاستخدمت المش ده ده مش جايبان يعني صرح بي ولا حاجة مش ده مخصوص الحلويات دي يعني طبعا هعمل بنفس الطريقة نفس الخطوات ده الساج التاني اطاعته عفا وهعمله بنفس الطريقة بالضبط هحط الطبقات وطبعا زي ما انت شايف المقدار بتاع الكرينج انتين كفالي عملني الساجين دولت يعني ان شاء الله طلعت حوالي عشر كتع من الجاتو يعني ده استقلا كتعتين انت ممكن تقلل الحجم شوية بتاع كتعة الجاتو فيطلع لك معاك 12 كتع يعني هيديك دستة من بتاعة الجاتو يعني لو جروح تشتريتها من برة هتطلع لك حوالي جسد الجدود الوقتي من 150 وانت طلعه وانت الله اعلم انت مش ضمنة يعني هم حطين ايه دلوقتي ولا الشكل ايه ولا اي حاجة هنا بديك طريقة سهلة وبسيطة تقدري تعملي الجاتو انا عملت بنص دستة الجاتو عملت بيها عشر كتع من الجاتو وزي ما قلتلك انت ممكن تقللي حجم الكتعة فيديك معاكي 12 كتعة انا حاولت اعملها كبيرة شوية عشان تبقى ظهرة ليكو فاديتني خمس اديتني عشر كتعة كل صوق ادياني خمس كتعة زي ما انت شايف انا بحاول اساوي السطح بتاع الوش بتاع الجدود لان هو ده الوش الاخير عفوا حاول بقى زي ما انت شايف اساوي الوش وحطه في التلاجة يجمت قبل ما اقطعوه وجهزته كده يا جماعة وحاولت اساوي الوش اساويه كلهم وحاول ازبط اخر الوش واعمل نفس اللي عملته في القط في الجاتو الاولاني هعمل نفس الشكل انت ممكن تسيبيه سادة انا بحاول اعمل حاجات تقريبا زي بتاعت برة بالزبط ودي برضو كلها حاجات ترجعلك انت والشكل يرجعلك انا بعد ما زبطت كده هروح حطه في الديف في ليزر عشان اشتغل فيه على طول عادته ساعة ما تلاقيش يا جماعة ما بيحصلوش حاجة لو قاعد في الديف في ليزر او قاعدتي في التلاجة باليومين بس تكوني حطوه في علبة محكمة مغطيها مش هيديكي نتيجة حلوة مفيش اي مشكلة طبعا زي ما انت شايفه انا بجيب السكينة اللي انا بقطع بها دي وقتلك لو مش متواجد عندك قطعي باي سكينة مشرشرة لازم الكيك والترطاة تقطعوا بالسكين مشرشرة عشان اديكي نتيجة حلوة جدا يا جماعة وانا زي ما انتم متعودين انا بكون مجاهزة جنبي حاجة حط فيها سخ مية سخنة وحط فيها السكينة دي عشان تدي نتيجة حلوة في التقطيع وبنزل بدوكتعة الجاتو مرة واحدة انا ببرخش ولا باجي بالسكينة عشان متبص بنزل حطة مرة واحدة بس ساوي القطع وانزل انا عاملها قطعة عريضة شوية انت ممكن تقللي حسب ما انت عاوزة ممكن تديكي المقدار ده يديكي ستة قطعة انا عملتو خبسة انشي ممكن يديكي ستة هتطلع لك اللي اتنين دلت هتطلعولي جسد دست الجاتو زي بتقايت برة بالزبط بمقدير سهلة وبسيطة هتعملي دست الجاتو بقل تكلفة واحلى من برة ونضافة كمان وديكي شايفة الشكل وشايفة القوام طحفة زي الطع برة بالزبط يا جماعة هعمل بقى زي اللي عملتو في الكطعة الاولانية هعمل الكطعة التانية يا جماعة انا محبتش اعمل اي حاجة ولا سرع اي حاجة عشان اجتو الفانيليا ده عاملات اصرار زي بتاعت برة عشان تشوفي كل التفاصيل كلها وتشوفي كل التكات من غير مفصل اي حاجة انا بساوي الفرواء زي ما انت شايفة الحروف بتاعتو وبساويه من كل الجناب عشان اقطعه يديش اكل مزبوط بالزبط وانا قلتلك قبل كده الحاجات دي ما بتترميش يا جماعة بالهانة والشافة الاطفال بيأكلهم او ممكن تستقديمهم تحطيهم في علب وتحطش عليهم شكولاتة وحاجات هيديكي شكل حلو جدا ونتيجة مضمونة وما تحطش على شكولاتات هديكي كبهات زي بتاعت برة بالزبط يعني ما فيش حاجة يا جماعة بتترمي احنا بس بنحاوي النساء وبس الظروف عشان لما نيجي نقدمه او نقدمه دي الحد او ناكله مع حد يكون زي بتاع برة بالزبط والله يا جميع انا عملت الجاتو ده وفي ناس جت كانتوا عندي مش عارفة اقول لكم انبهرت بي قد ايه وشكرتلي فيه وما كانوش مصدقين اللي انا عاملاه في البيت والله مش مصدقين نفس الطعم بالزبط ونفس القوام ونفس الشكل بالزبط جربي الطريقة بتاعتي والتفاصيل اللي انا قلتلك عليها وانت وانا شغالة هتطلعي احلى جاتو فانيليا بكل التفاصيل والتكات كلها وطبعا انت عارفة قناتي بسيطة وسهلة بتبسط كل حاجة بتعملك الاكلات والاوصفات بتاعت الشارع انا ما بشتريش اي حاجة من برة كل حاجة بعملها في البيت باذن الله انت يا حبيبة قلبي بقى اعميني اللي انت عاوزي دي حاجة ترجعيك انا بديكي فكرة وبديكي الطريقة انت بتاعي والتزين ده بقى يرجعلك انت والشوكولاتة والتزويق يرجعلك انا حاولت اعمل بحاجات بسيطة عشان هو فانيليا لانت للطلب مني عاوزه فانيليا سيدة كده من غير اي حاجة فانا وريتك اهو انت بقى عاوزها بقى تعميلي تعميلي وردات تحطش عليها معلقة كاكاو تدهالك كريمة برحتك حاجة ترجعلك انا قلت كم مرة وطبعا يا حبيبي لو الفيديوهات بتاعتي وقناتي عجبتك والحاجات اللي بقدمها لك تكون نالت اعجابك ياريت تشترك في القناة وتفعلي زر الجرز على الكل عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي انا بقدمها وتعميلي لايك حلو وتعليق وتقوليلي ايه رأيك في الجاتو وفي الحاجات اللي انا بنزلها عشان هعملك حاجات كتيرة طبعا والفترة اللي جاية ان شاء الله هبدأ اعمل في حاجات البسكويت والكحك عشان خاطر اخواتنا المسيحيين كل سنة وهم بخير ان شاء الله هبدأ اعمل لهم الحلويات باذن الله وطبعا اديكي شايف الجاتو وشايف شكله ما تقوليش اللي انت عاملاه في البيت تقولي اللي انت جاباه يعني من بره والله بتفاصيل وحاجات بسيطة وبوايكات عندي من الجاتو الشوكولاتة بص الشكل بص العلو زي بتاع بره ولا لأ والطعم كمان زي بتاع بره وطبعا ما تنسوليش بلايك حل وتعليق جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي بسيطة وسهلة مع ام زيزة ترجمة نانسي قنقر